تحية رياضي أبعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دوزان وفي العنوين توقف جديد للبطولة الوطنية الاحترافية الأسبوع المقبل ينضاف إلى توقفات عدة شهدتها سابقا لأسباب مختلفة في العدد نناقش مدى تأثير المعطى على إقاع المنافسة وكذا مرضوذية اللاعبين والمنتخب الوطني لكرة اليد يستعد لتوجه صوب البحرين لإتمام التحضير لكأس أمم إفريقيا الشهر المقبل بمصر والرهان نتأهل إلى الأولمبياد أو لبطولة العالم للعبة وفي الجولف نسلط الضوء على إحدى بطالات الرياضة هي المغربية ملاك بوريدة التي تتألق في بطولة يواز ويمينز أوبن بورترية العدد يقربنا أكثر من بوريدة والبداية كالعادة بالحدث ما إن تنتهي فترة لتوقف البطولة وتستأنف المنافسة حتى تعود للتوقف مرة أخرى والأسباب تتعدد بين فترات توقف دولية وأخرى بسبب التزامي ممثل للمغرب بإحدى المسابقات القارية المعطى يخلق جدلا بين الأندية ومن هنا نتساءل إلى أي مدى يؤثر ذلك على البطولة وعلى أندية البطولة المتابعة لأسامة العباتي توقف تلو التوقف جعل من رفوف المؤجلات تتهيأ الاستعاب ما جادت به مباريات البطولة الاحترافية من لقاءات مع وقف تنفيذ وقف جعل من أهل المستديرة يرفعون علامات التعجب والاستفهام بل في أحيان أخرى حد الشكايات لا نشحل آخر إلا احترام برمجة الاتحادية ولو استغرب كيفش يعني هذه التوافقات التوقفات ما كانتش متواجدة في الموسم اللي فات لما كان الجيش يلعب إفريقيا في كاس الكاف هي التزامات أندية بالمسابقات القارية تجعل من إمكانية لعب مباريات البطولة أمرا صعبا فما يكون من أهل الحل والعقد سوى التحدث بلغة التأجيل نتلعبوش بزاف كتلعب سيمانا توقف عشر يام تلعب سيمانا توقف سبع عشر اليوم نونك احتاد باش تجيب الريتم وديك الماكينة باش كتزيت خصة تقضر بزاف عشان كفات يكونوا دايزاري وادا صحيب القاول الريتم هي ليست بالعلامة المسجلة باسم بطولتنا بل ظاهرة في أعطى وأقوى الدوريات العالمية وما الاختلاف إلا في طريقته إفراغ رفوف المؤجلات رحب بضيفي حمزة جتيوية صحفي الرياضي مرحبا بك حمزة مرحبا بك جهان ومرحبا بكل مشاهدي وأوفي القناة التانية حمزة كما قلنا توقفات متكررة أكيد لأسباب مختلفة تكون مشروعة في بعض الأحيان هذا الجدل القائم بين الأندية والمدربين هل هو صحي بالنسبة للمنافسة بالنسبة للبطولة وهل يبقى مشروع بالنسبة للأندية التي تلتزم قاريا شأن ما في ذلك شأن عدد من الأندية الأخرى الإفريقية أو العالمية أعتقد على أن هذا الجدل غير صحي لكرة القدمة الوطنية التي تسعى إلى تطور ومقارعة مجموعة من الدوريات سواء على المستوى القارية أو على المستوى العالمي وكذلك لا يؤكب ذلك التطور الذي وصلت إليه المتخبات الوطنية إذن هناك مشكلة في البرمجة مشكلة البرمجة هو جهان كما يعلم الجميع ليس وليد اليوم يعني مشكلة البرمجة مطروح منذ السنوات الخالط وأعتقد على أنه مدام العصبة الاحترافية للجهاز الوصيع على الدوري الاحترافي في قسمية الأول والتاني لم يجد حتى الآن yani حلول لهذا المشكل فهذا المشكل يعتبر على أنه مشكلة عوي أعتقد على أنه اليوم يعني بالنسبة لفترة التوقفات فترة التوقف الدولي هي في جميع الدوريات العالمية سواء العربية أو الأوروبية أو العالمية لكن التوقفات التي تخلقها الأندية المشاركة في المسابقات القارية هنا تحتاج إلى دراسة دقيقة من أجل تخفيف من هذه التوقفات لأن الأندية التي تحتاج التي تشارك فقط محليا من حقها كذلك أن تدافع المصالحها لا يهمها نادي آخر وإن كان يوماتي الكرة القدمة الوطنية يشارك في مسابقة قارية وكذلك الأندية التي تشارك قاريا عليها كذلك أن تكون لديها تركبة بشرية مهمة جدا ربما حمزة في نفس الصياق نتحدث عن حق المشروع لهذا النادي أن يمثل المغرب في عدة مسابقات ربما كذلك المسابقة القارية التي تخلق الجدل الآن ولكن نرى في كثير من الأحيان ربما في الأشقاء عند الأشقاء العرب والأفارقة يأخذ نغيل أهلي عند ملعب الأهلي فربما الدولة كاملة تتوقف يعني يبقى حق للفريق أنه يلتزم قاريا ويمثل المغرب أكيد ولكن يجب إيجاد حلول فقط أكيد طبعا الأندية المشاركة قارية التي تمثل المملكة المغربية هذا أمر مفروق منه ولكن الأندية الأخرى التي تشارك محليا هي ترى مصلحتها الخاصة لأنه في نهاية المطاف ترى المصلحة الخاصة وهذا التوقف يدر بمصلحتها بشكل أو بآخر فبذلك العصبة الاحترافية يجب أن تجد على الأقل لا نقول على أن تجد حلا نهائي لهذا المشكلة ولكن على الأقل أن يكون هناك حلا نسبيا لأنه بعد الأندية مثلا نعلم على أن المشكلة الموجودة في القارة الصمراء هو في الصفر حتى نحن كصحفيين سبقا وانشنادي التجربة عندما تسافر إلى دول إفريقية جنوب الصحراء ليس هناك رحلات مباشرة لكن عندما تكون هناك رحلة مباشرة من أربع ساعات أو خمس ساعات فلا يمكن أن تؤجل مباراة لنادي كان بإمكانه أن يلعبها السبت أو يلعبها الجمعة نعم حمزاء هذا الجدل وهذا التوقفات يعني العدد من المدربين التي تحدثون عن أيضا تراجع إقاع المنافس يعني تابعنا في عدد من التصريحات يعني بعد كل هذه التوقفات وممكن قلوبي أن حل من الحلول أن تكون المباريات الودية بديلا للمباريات الرسمية أو لهذا الطابع الودي لا يرقى وربما ليس مرآة حقيقية للمدربين أكيد وقد تكون المباريات خادعة بالنسبة للأندية جميع التقنيين وكذلك اللاعبين يجمعون على أن المباريات الودية لا يمكن أن تجد فيها أو تحصل فيها على تلك التنافسية وتلك الجاهزية كما تكون في المباريات الرسمية ولكن أقل ضرر يعني ما لا يدرك كله لا يترك جل على الأقل عوض أن تظل جالسا وتكتفي بالتدريبات ومباريات الودية بإمكانها أن تعطيك فكرة على فريقك وتصحح الأخطاء وكذلك تحافظ على ذلك الرتم لأنه كما يقال مضطر أخاك لا بطل نعم حمزة الحديث عن توقفة البطولة غالبا ما يجرون أيضا للحديث عن تأثر اللاعبين من عدمه على المستوى البدني لكن أيضا على الإقاع العام لمنافسة كما قلنا وإكرهات برمجتها روبرتاج محمد القرداء يسلط الدوء على الموضوع رفقة مختصين نتابع بداية متعثرة إقاع متقطع ومباريات دون تطلعات الجماهير فاصل زمني طويل بين المباريات تأجيلات بالجملة ترخي بظلالها على مشهد مباريات هذا الموسم ومعها يطرح السؤال ما مدى تأثير ذلك على الجانب البدني للاعب الأندية الوطنية تطلعها في رتو رجل في سنة للاعب الأندية الوطنية وبناء هذه الشيخ يمكنك تطلعات أن تحديثون أو تطلعات ويطرحون لذلك لا أعطي تحديثون المنشفية لتحديث عن تحديثكم في أكثر من مناسبة عجلة البطولة الوطنية توقفت هذا الموسم تعددت الأسباب والنتيجة واحدة إقاع أغلب المباريات دون المستوى أمر تطلب مجهوداً مضاعفاً من لدن أصحاب الاختصاص لا تكون لعب الماتشات السمالة ولا أعرف كيف يكون السمالة الجاية لذلك الفوصة دابتت نحاول نحن كمعيدين بدنيين كنت أقلمهم على الوضع حتى إذا كانت التوقفات نحاول نكومبونسيه مع الماتشاميكو لذلك يجعلون الغيطة المنافسة لذلك يبقى فيها اللعب ثلث أول انقذى من عمر بطولة هذا الموسم بل تجاوزناه بجولتين لكن اللعب رقم 12 ما زال يتطلع لمباريات بإقاع يغريه للحضور بعيداً عن ما نتبع اليوم حمزة الجنب بدنياً يطرح نفسه بشدة لكن تابعنا في أكثر من مرة هناك تناقض بين جدل التوقف المتكرر وأيضاً شكوى على المدربين من خوض مبارتين كل أسبوع والطلاوة البدنية والإرهاق كيف يمكن أن نوازن بين هذين الرأيين أو هذين الموضع؟ أكيد بالنسبة لمواعيد خوض المباريات هي معروفة عندما الفرق المدة الزمنية بين مبارات وأخرى ولكن بالنسبة كما ذكر أهل الاختصاص كما جاء في التصريحات فأعتقد أن حتى المعدين البدنيين يعلمون ماذا التأثير الذي يتعرض له اللاعب عندما تتوقف المبارات هناك تأثير بدني وهناك كذلك تأثير ذهني على نفسية اللاعب لأن اللاعب يغيب عن المنافسة فيكون من الصعب أن يعود إليها بشكل مباشر سيعود بشكل تدريجي وهذا سينعكس سلبا على نزائج الفرق كما قلنا في الكواليس حمزة الموضع متشاعب هناك أيضا يقول بأنه يؤثر على اللاعب بدنيا وذهنيا عندما يأخذ مباراتين كل أسبوع عموما كان بودنا أن يحضر معنا سيد عبد السلام بالقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لكن انتصالاتنا ورسائنا ربما لم تلقى جوابا نتمنى ذلك في المرة القادمة بالتالي نطرح سؤال في هذا الشق حمزة كيف يمكن للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن تخلق بعض من الحلول ولو نسبية؟ أكيد العصبة الاحترافية اليوم هي الجهاز الذي بيده الحل كذلك رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فأعتقد أن العصبة الاحترافية برئاسة السلام بالقشور يجب أن تجدها حلا ولو نسبيا وأن يكون واضحا لجميع الأنديا الأهم هو أن يكون واضحا منذ بداية المسابقة إلى نهاية البطولة على الأقل أن تبدأ البطولة بشكل مبكر ويتم تمديد المدة الزمنية من أجل تقليل هذا الضرر الذي يلحق بمجموعة من الأنديا شكرا لك حمزة شكرا على الحضور وعلى كل هدية التوضيحات حمزة الشتوي صحف الرياضي شكرا لك مرة أخرى وبما أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر بداية كل موسم لمتابعة مباريات فريقه فالتوقف المتكرر ربما يبعده عن مواكبة المنافسة بشكل مستمر وله رأي في الموضوع سنستمع لهذه الآراء هناك بعض الفرق اللي بدات بتعطرها وعندها مشاكل يعني عندها مثلا مشاكل اللي خاصها تتعاود تراجع نفسها باش تدخل يعني مرة وقف البطولة بواحد القوة يعني كان هناك إيجابيات بالنسبة لهذا الفرق باش تعاود يعني كما نقولوا تراجع نفسها ودخل بواحد القوة وكان هناك سيلبيات أن بعض الفرق اللي كيكونوا غادين في واحد الريتم كيكون عندهم لياقة بدانية وكان مقابلة يعني كلها أسبوع هذا يعني من اللي غادي كيرجعوا وعود كي يكون بالدوم زيان وبعد توقف البطولة كي يقول لي وكي ما نقوله كي نقصوير الريتم لياقة البدانية ديالهم توقف البطولة الوطنية هو تأثير على اللاعبين قبل النادي اللاعب لي كيكون بغير يرجع ماذا من الأعطاب كيكون عنده واحد الرغبة باش يبيل قدرات دياله وفاش تيرجع من الأعطاب تلقى البطولة الوطنية حبصة فهتشي كيكون تأثير على اللاعب أكثر من النادي ويكونوا بزبدة سلبيات كتر من الإيجابيات كان عرفوا فريق الويداد وبركان كي لعبوا المسابقات الإفريقية وبعض المرات المتخب الوطني كي نادي على مثلا تلتة لعب من فريق الويداد وبعض الحال رخصة تأجل البطولة كان هذا أراء الجماهير وأكيد أن الصحافة الوطنية أيضا تخصص حيزة لمناقشة هذه التوقفات وتأثيرها على السير العام للبطولة بمختلف متداخلين وما سنرى معك ميدي إسوا بن مرحبا بك ميدي مرحبا أختي جهان ومرحبا بالمشاهدين الكرام أكيد ميدي الجدل القائم يطلح نفسه عنوين قوية في الصحافة الوطنية طبعا الحال أختي جهان إذن البداية بهذا العنوان من موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي المؤجلات تكسر إيقاع التنافس بالدوري الاحترافي والويداد مقبل على أسبوعين متعبين وفي التفاصيل يريد الموقع أن العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الاحترافية وجدت نفسها في مجموعة من المناسبات مضطرة إلى كسر إيقاع التنافس من أجل تصفية المؤجلات المتراكمة والتي أربكت السير العادي لبطولة هذا الموسم في المقابل تساءلت نفس الجريدة في مادة أخرى هل أصبح توقف البطولة الوطنية مشجبا تعلق عليه النتائج السلبية حيث ذكرت الجريدة أن مجموعة من المدربين أرجعوا النتائج السلبية لفرقهم إلى التوقف المتكرر للبطولة وهو ما يجعل اللاعب يفقد التنافسية والإيقاع لكن صاحب المادة استطرد ليقول إن هذه التبريرات تجعل المتتبع في حيرة من أمره خاصة عندما يستحذر تصريحات سابقة لنفس المدربين برروا نتائج فرقهم السلبية بخوض ثلاث مباريات كل أسبوع وهو ما يؤدي حسب رأيهم إلى الإراق ونقسان الطراوة البدنية موقع كورا رصد أربعة أسباب تجعل تدفع الدوري المغربي لأسوأ نسخة منه في عصر الاحتراف الموقع بيّن من بين هذه الأسباب عفوا ذكر أن من بين هذه الأسباب التوقفات المتكررة التي شهدها الدوري المغربي منذ انطلاق الموسم في خمس مناسبات بالإضافة إلى أن هناك توقف آخر شهر يناير المقبل بمناسبة كأس أفريقيا للأمم زد على ذلك إشكالية الملاعب والاحتجاجات على أداء الحكام بالإضافة إلى إضراب اللاعبين في بعض الأندية نختم من موقع التاليسبور الذي تطرق بدوره إلى إشكالية البرمجة مشيرا إلى أن العصبة الاحترافية تمر من وضع صعب لا تحسد عليه بسبب صعوبة برمجتها لمجموعة من المباريات خاصة بالنسبة للأنذية الملتزمة بالمشاركات القارية على غرار الجدل الذي رافق تأجيل قمة الرجاء ونظة بركان الموقع في سياق متصل ذكر أن مجموعة من المدربين المغاربة والأجانب عبروا عن غضبهم الكبير تجاه العصبة الاحترافية بسبب التأجيلات الكثيرة والتوقفات المستمرة والتي تؤثر على السير العادي للبطولة مطالبين بضرورة وضع حلول عاجلة وآنية وبديل كذلك لتفادي هذا الوضع شكرا أنك مهدي إلى فرصة مقبلة بحول الله شكرا جهان نطوي ملف هذه توقفات مهدي توقفات البطولة الوطنية ونلقي نظر اللحظة على مستجدات محترفين بالخارج وعلى بعد أيام من انتلاقي كان الكود ديفوار نرصد أداء وتألق عدد من الأسماء الدولية رفقة أنديتهم من حسم التأهل بالشامبيونس ليغ ومن واصل هزة الشباك ومن وقع أول هدف له مع فريقي كل هذا معك عثمان البخاري أسد الأطلس إسماعيل الصيباري قدم أداءنا جيدا منذ أسابيع مع فريقي بيس في عيند هوفنا أداءنا توجه هذا الأسبوع بجائزة رجل المباراة ضد فريق أرسونال ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكذلك التأهل لدور الستة عشر الصيباري يبصم على موسم رائع إذ سجل ستة أهدافنا في مجموع المسابقات محليين وأوروبيين أرقام جعلت قيمة أسد الأطلس في ارتفاع المهم إذ بلغت عشرة ملايين يورو حسب موقع تونسفير ماركت أشرف حكيمي هو الآخر عبر مع فريقي باريسان جرمان إلى ثمن نهاي دور أبطال أوروبا بتعادل مع مضيفه بروسيا دورتموندا الألمانية بهدف لمثلها مستغلا في الوقت ذاته سقوط نيوكاستل الإنجليزي على أرضه أمام ميلانا الإيطالية حكيمي الذي يعتبر بين أفضل الأظهرة في العالم أظار ظهره لحكاية الكرة الدابي الإفريقية السريعانة مركزا على دوري الأبطال إذ ساعد فريقه بشكل كبير لتجاوز عقبة دور المجموعات ليعتبر بذلك من بين أفضل المحترفين المغاربة لهذا الأسبوع أما اللاعب أيوب الكعبي فلقد سجل اسمه في قائمة هدفه الدورية الأوروبية لهذا الأسبوع إذ لعب أساسيا من جانب أولمبياكوس اليوناني وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الحاذية والعشرين برأسية جميلة خدعت حارس مارما باكاتو بولا السربية ليساهم بذلك في الخماسية التي سجلها فريق أولمبياكوس لكن هذه النتيجة لم تشفع لرفاق الكعبي بتجاوز دور المجموعات بالدوري الأوروبية بعدما أنهى أولمبياكوس مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي في المركز الثالثة ما جعله ينزل إلى دوري المؤتمر الأوروبية نختم أخبار محترفين بلعب المتخب الأولمبي إليسا خوماشا اللعب الشاب يفتتح عدد الأهداف مع فريقه فياريال هذا الأسبوع بعدما سجل أول هدف في مسيرته مع نادي فياريال الإسباني ضد فريق أولين الفرنسية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات الدوري الأوروبية يتأهل بذلك إلى الدوري الموالية من نفس البطولة نغير الرياضة إذ يختتم المنتخب الوطني لكرة تليا تجمعه الإعدادي بالمغرب يومه الأحد قبل التوجه غدا صوب البحرين لمواصلة الاستعداد لبطولة إفريقيا المقررة بمصر الشهر المقبل النخبة الوطنية تسعى إلى ظهور بوجه أفضل بعدما كانت اكتفت بالمركز الثالث والمزيد في روبرتاج أنس فبار وردوان بوارق تحت قيادة المدرب المصري عبدسلام مصباح يعد المنتخب الوطني لكرة اليد العدة لبطولة إفريقيا مدرب يعرف جيدا خبايا كرة اليد المغربية وهو الذي كان يقود منتخب الفتيان خبرة سهلت عليه مهمة التأقلم مع المنتخب الأول كنت عندي خلفية عن بعض اللاعبين كانت فيه 8 لعبين موجودين في مركز تدريب أبل كده في موارد 2002 كنت تريني بيهم بفترة طويلة كنت أعدت سنتين في المغرب أبل كده كنت عندي خلفية اللاعب الكبيرة كان اشتغلت مع رقاءة قدير فترة زمنية برضو عندي خلفية عن اللاعب الموجودين فيه تأكلهم الحمد لله هذا المعسكر يعرف مشاركة اللاعبين المحليين فقط من بينهم لاعبون لا يتجاوز عمرهم 21 سنة منحهم المدرب المصري فرصة لاستعداد مع المنتخب الأول الذي يتوفر على مجموعة من اللاعبين المخضرمين على غرار أمين حرشاوي النخبة الوطنية تخوض معسكرين خارجيين بكل من البحرين وروسيا من أجل الاستعداد الجيد للنسخة المقبلة من القانة نتمنى انشاء الله أن نكون عند حسن الطن ونحسن المراتب دينا والهدف الأول هو المرور للبطولة العالم انشاء الله ونتمنى أن نكون في المعين انشاء الله ونشرف كرة المغربية هذا وعقد المنتخب الوطني العزم على تحقيق مشركة تاريخية في كأس إفريقيا حيث يستهدف بلوغ المشهد الختام للمرة الأولى بعدما اكتفى بالمركز الثالث في مناسبتين سابقتين ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معي بالستوديو السيد منتسر مزور مدير المنتخبات الوطنية بالجامعة الملكية المغربية لكلة اليد سيد منتسر مرحبا بك شكرا لقد جهان وشكرا للاستهدافة مرحبا نتسمحنا ربما نصل للضوء على سيدادات المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لبطولة الفريقية الشهر المقبل إن شاء الله أكيد هذا واجب ونبقي نعرف السيد مزور كيف شمرت الاستعدادات هنا في المغرب قبل التوجه غدا إلى البحرين وماذا ينتظر من هذا التجمع الإعدالي في البحرين فالجامعة الملكية المغربية الكرة اليد طرد برنامج مكتف منذ الاتحاق الإطار المصري على السلام المصبح ابتداء من شهر نوامبير كان هناك طرف بوص وسبوع يسمح المدريب أنه يتعرف على مجموعة من اللاعبين بما فيهم بعض اللاعبين المحترفين بأوروبا من بعد كان واحد طرف بوص مدينة قدير لدام 15 يوما وكان هناك نسمحوا اللاعبين لتحقب الأندية ديانهم بشي لعبول البطولة الوطنية هذا تربوص الأخير قبل الذهاب للبحرين لدام أسبوع هنا مدينة الضلب المهمة للمدريب كانت هي الرفع من التنفس لعبين وستطوير القدورات البدنية والتقنية والتاكسيكية لعبين الخاصة المحليين خصوصا أننا على أعتاب بطولة كبيرة بطولة إفريقية ستكون بمصر نتحدث عنها أيضا السيم الزوري ريهان ربما الوصول إلى نهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان مركز ثالث في النسخة الماضية وقبلها هناك مركز ثالث لكن الآن ريهان أكبر بتأهل صاحب اللقب سيتأهل إلى الأولمبياد وربما هذا ريهان المنتخب بالفعل هو الحصول لنا على المرتبة الثالثة في النسخة الماضية ما يعني طموح لنا يكون أكبر بالفعل لأن هذه نسخة مؤهلة البطولة العالم ومؤهلة الألعاب والأولمبيا فالطموح دينا أن نحق نتائج أحسن ونمشي أبعد من اللي احنا كنا عليه بالرغم كما جاء في الرابط واللي قال المدرب المنصري هو أنا مرحلة انتقالية تماني لعيبين اللي كانوا في مركز التكوين ديال الان السبع واللي هو شخصي اللي كان شرف على التكوين ديالهم لتحقوا بالملتخب الوطني الأول وخلينا واحد المجموعة ديال اللاعبين مراكزة وكان حاول هما هذه المرحلة انتقالية نطموح ديالنا يكون أكبر ومشي نحق النتائج إن شاء الله مش ريفة للمغرب كدلك نتمنى أعود معك لتعاقد مع هذه المدرسة المنصرية في شخص المدرب عبد السلام مصبح يعني الشخص الذي يعرف كورة اليد المغربية جيدة لأنه كان في مركز التكوين رفقة عناصر أخرى كيف الجهة التعاقد وربما شنو أهدافه وشنو المنتظر منه لأي مدى ممكن نوسي فعلا الجامعة الملكية المغربية لكورة اليد توجهت لمدرسة المصرية بحكم المعروف عليها أن السيطرة ديالها أولا على صعيد القاري والإجازات تحقق فحاولنا نشوف مدرب مصري فالتوجه ديالنا اللعب السلام مصباح بحكم أنه يعرف كورة اليد المغربية والإشراف على المركز والفئات الأمر في المنتخبات الوطنية وليجعلنا نتوجه المدرسة المصرية ونتعقد مع الإطار المصري اللي سيساعدنا ربما أن ندوزل هذه المرحلة الانتقالية ونحقق نتائج من أول مرة الجامعة الملكية المغربية كانت تعاقد مع مدرب حراس مصري اللي جاب يساعدنا باش نطور القدرات ديال الحراس المرمى ديالنا أكيد وفضل هذه المعطيات السيم الزور ممكن قولوا بأن المنتخب الوطني لكورة اليد له كامل الإمكانات وكامل الحضوض اللي تتويج باللقاب هذا الموسم نحن نحب هو صعب حكم تنضيف مصر والقوة المنتخب المصري فلتحقيق اللقاب ربما لا نقل لهذه النسخة ولكن الطموع كيف يبقى نحن نوجد لعبين وفريق جديد ربما الطموع سيكون في النسخ المقبل إن شاء الله ونرجع الله نترجع الله نمش لهذه الأهداف إن شاء الله أكيد هذا كل شيء وارد أذكر فقط بأن متأهل إلى النصف النهائي سيعبر مباشرة إلى بطلة العالم ويتأهل البطل الإفريقية الولمبياد باريس نتمنى أن يكون مغربي لملا شكرا لك سيد منتصر مزور مدير المنتخبات الوطنية لجامعة كرة اليد على الحضور شكرا لكم شكرا وبينون النسوة مشاهدين اللحظة نتوقف هذا العدد مع المتألقة ملاك بوريدا اسم يلمع نجمه في سماء الجولف المغربي ويشق طريقه بثبات ملاك تشارك حاليا في منافسة تغلى لعائشة سكول وكانت أول مغربية وعربية تتأهل إلى US Women's Open التي تواصل طريقها نحو عالم الاحتراف أسماء سلوان تقربنا من ملاك بوريدا في هذا البرتري بعدسات رفيق أقومت عدما تكتشف شغفك في سن صغيرة فأنت ماض لتحقيق إنجازات في المستقبل القريب المثال هنا ملاك بوريدا منذ سن ثالثة هو يتلعب رياضة الجولف رفقة أبيها تعتبر أول مغربية تتأهل إلى الدوري الأمريكي المفتوح لعبت لمدة خمس سنوات في جامعة كولورادو الأمريكية كانت تجربة مميزة تأهلت بعدها لدوري الأمريكي المفتوح للغولف حيث تنافست مع لعبات محترفات فكان فخرا لي أن أمثل بلدي المغرب هناك مميزة مميزة تتأهلت كنا دي من كنمشي للغولف وهالنار عطيتها فيه واحد كلاب صغير وبدأت كلاب ومن ثم شدت معه وصفي منه عشرين عام عشرون سنة من الممارسة في رياضة الغولف واليوم تسير نحو درب الاحتراف مثلت المملكة في العديد من المسابقات محليا وعالميا وتطمح ملاك الآن إلى رفع راية الوطن عاليا سأحاول التأهل إلى الدورية الأوروبي لسيدات العام المقبل فقد حان الوقت لبدء مسيرة الاحترافية لقد مر وقت طويل وأن أمارس رياضة الغولف كمبتدئة وأن فخورة جدا لتمثيل بلد المغرب أمل اللاعب المغربي ملاك بوريدا أن تكون مصدر إلهام للجيل القادم من لاعبية رياضة الغولف والختام بأبرز الفيديوهات التي استأثرت باهتمام مرتدي مواقع التواصل الشباب هذا الأسبوع كالعدم معك أسامة عبد مرحبا بك مرحبا بك جهان ومرحبا بمشاهدي برنامج ريبلي بداية فقرة الرياضة في شبكة لهذا الأسبوع نستهلها بمقطع فيديو للناخب الوطني وذلك لحظة فوزه بجائزة أفضل مدرب على المستوى الإفريقي حيث ظهر مساعده رشيد بالمحمود وهو يردد عبارة سير لحظة تسلم قائد سفينة الأسود جائزة أفضل مدرب أما المقطع الموالي فهو كذلك من حفل جوائز تسليم أو تسليم جوائز الأفضل على المستوى الإفريقي هذه المرة للاعبة المنتخب الوطني النسوي فاطمة الزهرة تاغناوت بعدما رصدتها العدسات وهي تحتفل على طريقتها الخاصة بجائزة أفضل لعبة ممارسة داخل القارة الإفريقية كما سنتابع ثالث المقاطع في قائمتنا لهذا الأسبوع سيكون من داخل مقر إقامتين ديب بيس في أيند هوفن الهولندي هناك اختار نجم الفريق إسماعيل الصيباري الرقص على الأنغام المغربية والتعليقات كانت عديدة وأبرزها أن الصيباري فاهم وحافظ لنشاهد أما النجم المغربي أشرف حاكيمي فأذهب محط اهتمام الجميع في الآونة الأخيرة هذه المرة من خلال مقطع فيديو جمعه بالنجم السينمائي الهندي رانفيرسينغ حيث حارسة الأخيرة على تعلم الرقص الخاص باحتفالية حاكيمي بل وحضر المباراة بصحبة زوجته الممثلة الهندية ديبيكا باديكون بمتابعة دعني أبدو أن شعبية أشرف حاكيمي تتخطى كل الحدود أكيد والأسود أصبحوا محطة أنظار العالم شكرا لك وإلى الأحد المقبل بإذن الله ولكم أيضا المشاهدين وصلنا إلى نقطة نهاية الريبلاي الريبلاي موعدا الأحد المقبل بإذن الله ولا تنسوا الإعادة حوالي منتصف الليل إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة